تتصاعد نبرة المسؤولين في الاقتصادات الكبرى حول العالم بشأن السحب من احتياطاتها الاستراتيجية النفطية بعد أن عجزت عن الضغط على منظمة أوبيك وحلفائها في الدفع بمزيد من المعروض النفطي وساهم ترسم بايدن اللجوء إلى الاحتياطية الاستراتيجي في دفع أسعار الخام إلى التراجع خلال الأيام الأخيرة وسطات رقب وحدر في السوق لمدى إمكانية تنفيذ الخطوة على أرض الواقع غير أن تمتا هواجس أن يتحول التلويح إلى فخ تذهب إليه الاقتصادات الكبرى بنفسها وفق محللين وستدفع ثمنه نظير تحاشغ